بس يا دكتور كتير مثلا ممكن من الأمهات بعد الولادة يقولك لا أصل دكتور وأنا بولد لو فيه حالة ولادة طبيعية يعني شد البيبي من رجله في عمل زي خلع في مفصل بسحك لا هو ممكن يعني وارد أن هو طفل وهو بتولد تحصل إصابة بس عادتنا ما بتبقاش خلع في مفصل الحوض ممكن تبقى كسر في مفصل الفخز أو ساعات بتبقى كسر في عظمة التركوة لو هو الطفل نازل بكتفه أبتو يعني أن دكتورة الناسة ساعات لو الولادة متعسر قوي ممكن بإيده يكسر عظمة عشان يقدر يطلع الطفل وينقزه طبعا إحنا ما بنعرضش خالص الموضوع ده لأن الطفل اللي لسه مولود ده يعني ممكن الكسر ده لما في خلال إسبوعين مثلا وحتى لو العظمة مش مزبوطة بترجع تظبط نفسها بنفسها في خلال إسبوعين أو شهر بترجع العظمة طبيعية فما بنزعلش من دكتورة الناسة لو عملوا كده لأنه هو بيعمله كده طبعا عشان يعجله بالولادة فالطفل ما يحصل لهش نقص أكسجين بيعجله بالولادة عشان برضو الأمة ما تستمرش في النزيف وممكن ده يأثر على حالتها العامة يعني وكده طب يتم تشخيصه زي يا دكتور يعني قلنا في الأول لما البيبي بيتولد ممكن بنلاحظه أو ممكن بعد ما يكبر شوية بتكون المشية في حاجات تانية دكتور ممكن نعرف منها يعني إحنا بننصح لو طفل زي نقول حيك فيه تاريخ مراضي في العيلة أو مولود بالمقعدة أو لو إحنا بنفحصه يعني لو دكتورة الأطفال لكن ما بيقول فيه زي تورم أو حالون المزرق مثلا أو أي حالة لا خالص فإحنا لو شكينا بنعمل أشعة سونارة على مفصل الحوض عشان نتأكد من التشخيص تمام أول حاجة حالك قلت الخلع تاني حاجة إيه؟ بعد كده فيه حاجة اسمها مرض بيرثيس ده بيجي للأطفال عند سن من أربع أو خمس سنين لحد سن 11 سنة أو حاجة تمام برضو ده من الحاجات اللي مش معروف سببها إيه يعني إيه اللي بسبب المرض بس هولا مرض عبارة عن أن الدورة الدموية في المفصل بتتأثر فالدم اللي واصل لرأس عظمة المفصل عظمة الفخت الدم فيها بيقل فبينتج عنه أن الأنسجة بتاعة العظم بتموت فده بيخلي صدح المفصل يحصل فيه هبوط فده بيخلي في الآخر رأس عظمة الفخت ما تبقاش كاملة الاستدارة تبقى فيها حتة فلات أو حتة مسطحة وده بيأثر في المستقبل أن الطفل يعني يجي له خشونة مبكرة وكلام زي كده يعني ده بيجي دكتور لمفصل الحوض بس ولا ممكن يصيب أي مفصل تاني لا بيجي لمفصل الحوض بس والعجيب برضو دائما يأثر على ناحية وما يأثرش على الناحية التانية ممكن يأثر على الناحيتين بس في نسبة قليلة من العينين يمكن 10% أو أقل كمان طب ايه عرضي دكتور يعني ده بيبقى يعني ده بيبقى الطفل إزاي بيعرج بيبقى عنده وجع دايما الأب والأم يشتكوا أنه ما بقاش بيلعب كويس في حصة الألعاب أو في المدرسة فده بيبقى ولما بيجلنا احنا بنقدر نشخصه بس بنعمل أشعاعات بس غالبا الأشعاعات في المرحل الأولانية ممكن ما تبقاش ظهرة يعني بقاش ظهر أي علامات في الأشعاع تقول أنه عنده مرض بيرتس فلو ما كانش حد متخصص في عظام الأطفال ممكن ما يشخصش الحالة بدري وما ندخلش بالعلاج بدري يعني دكتور حكي قلت بيسيبه من سن كام للسن أطفال من سن 4 أو 5 سنين ممكن ييجي يعني لو حد جاله وعد السن بقى 12 13 14 ممكن طبعا ييجي في الوقت ده أصلي أن ينفع العلاج بعد الوقت يعني لو حد حصل والأم ما خدتش بالها أو ما كانوش يعرفهم سمعوا عن طريق الحلقة دلوقتي بصراحة هو ما فيش حل جزري لموضوع مرض بيرتس ده بس في تدخلات معينة بنعملها بتحسن المرض طبعا لو جي في مرحلة متأخرة قوي خلاص التدخلات اللي احنا ممكن نعملها سواء جراحية أو سواء نصائح معينة ما بتبقاش مفيدة لأن خلاص الدمج أو الضرر اللي حصل في المفصل بيكون خلاص حصل يعني وده بيبقى الريفارسبل يعني طالما حصل من درش ان احنا نخليه يرجع تاني للحالة اللي كان موجود عليها قبل التغيرات دي ما تحصل في المفصل اشتركوا في القناة